السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات المرحلة السنوية نقدم لكم وسعدني أن أقدم لكم وأكون معكم في برنامج مدرسة على الهوى لتقديم مادة جغرافية التنمية لطلاب وطالبات الصف الثاني السنوي أدبي بنستعرض مع بعض منهج جغرافية التنمية وهو بيستعرض في بادي الأمر الوحدة الأولى التنمية وعلاقتها بالجغرافية الوحدة التانية التنمية الاقتصادية الوحدة التالتة التنمية البشرية الوحدة الرابعة تنمية البيئة بنبدأ مع بعض الدرس بتاعنا الدرس الأول وهو جغرافية التنمية وقبل ما نستعرض مفهوم التنمية لابد ان احنا نطرح سؤال السؤال اللي احنا بنترحه ايه الفرق بين دولة متقدمة ودولة نامية الفرق بين الدولة المتقدمة ودولة نامية الدولة المتقدمة ومتقدمة في كل المجالات سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية حضارية رياضية على كل المستويات ولكن الدولة النامية تختلف اختلاف كل وجزئ عن هذا التقدم وهي متخلفة اصلا فولكن ايه هي العوامل لساعدة على تقدم الدول ورفاهيتها اكيد اكيد انها تنفذ خطط التنمية ولذا نصل الى مفهوم التنمية مفهوم التنمية هي جهود بتبزيلها الدولة بشكل منظم جهود منظمة للدولة بتخطيط مسبق جهود منظمة للدولة بتخطيط مسبق للتنصيق بين الامكانات البشرية والموارد الطبيعية لتحقيق اعلى عائد من الدخل القومي والدخل الفردي من اجل بازة من اجل الوصول الى اعلى مستوى من الرفاهية في الحالة الاجتماعية طيب هنقدر نستعرض هذا المفهوم بشكل اخر طيب انا او الدولة عيشة في رفاهية الفرد يعيش في رفاهية هذه الرفاهية كيف وصل اليها بتحقيق اعلى عائد على المستوى الفردي وتحقيق اعلى عائد على من الدخل الفردي ومن الدخل القومي على مستوى الدولة وكيف يتم تحقيق اعلى دخل قومي للدولة باستفادة واستغلال الامكانات البشرية والموارد الطبيعية ثم يكون ذلك بتخطيط مسبق من الدولة بجهود منظمة اذا مفهوم التنمية نستطيع ان احنا نستعرضه من بداية المفهوم لهايته او من نهاية المفهوم لبدايته ولكن ما هي علاقة الجغرافية بالتنمية علاقة الجغرافية بالتنمية متى ظهرت ولماذا ظهرت هذه العلاقة الوثيقة بين الجغرافية والتنمية ظهرت لماذا ظهرت للدور الحاوي الذي لعبته للدور الحاوي الذي لعبته الجغرافية على سطح الارض مما أدى إلى ظهور فرع جديد من فروع الجغرافية والجغرافية التنمية ومتى ظهرت جغرافية التنمية كفرع من الفروع ظهرت في الستينات من القرر العشرين بعد استقلال كثير من الدول الأسيوية والدول الإفريقية ومعا نستعرض مفهوم جغرافية التنمية هو فرع من فروع الجغرافية البشرية الذي يهتم بدراسة الموارد المتاحة فرع من فروع الجغرافية البشرية الذي يدرس الموارد أو يهتم بدراسة الموارد المتاحة وتعرف على إمكانات ومعوقات استغلالها من أجل تنميتها للوصول إلى بيئة مناسبة وحياة أفضل إذن مفهوم الجغرافية جغرافية التنمية وعلاقتها العلاقة بين جغرافية التنمية الجغرافية والتنمية هذا المفهوم ظهر في الستينات كما ذكرنا من قرن العشرين بنقول أن العلاقة دي ظهرت للدور اللي حقل لعبته الجغرافية على سطح الأرض هذا المفهوم هو فرع جغرافية التنمية فرع من فروع الجغرافية البشرية الذي يهتم بدراسة الموارد المتاحة والتعرف على إمكانات والمعوقات استغلالها من أجل تنميتها والوصول بها إلى حياة أفضل وتنمية الموارد بشكل أفضل بعد كده بنقول طب إيه أسباب ظهور علم جغرافية التنمية نتيجة للدور الحيوي لعلم الجغرافية نتيجة للدور الحيوي لعلم الجغرافية كما ذكرنا في التنمية ظهر هذا الفرع بنقول طب إيه أهمية هذا الفرع جغرافية التنمية أهمية جغرافية التنمية بيسهم في التخطيط لتنمية الموارد بيسهم في التخطيط لتنمية الموارد وحس استغلالها كما يوفر قواعد البانات والقواعد البانات الجغرافية لتنمية البيئة بالأسليب العلمية هنا بنقول طيب من يجي نقول بما تفسر أهمية جغرافية التنمية أهمية جغرافية التنمية بيقولنا بتسهم في التخطيط لتنمية الموارد وحسن استغلالها كما أنها توفر قواعد والبيانات لتنمية البيئة بالأسليب العلمية طيب ننتقل إلى جوانب التي تهتم بها التنمية فروع التنمية بتهتم الدول أو بتهتم التنمية أو بعدة فروع أولها التنمية الاقتصادية بتهدف التنمية الاقتصادية إلى استغلال الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن وتهدف إلى استخدام الموارد الاقتصادية أو الموارد المتاحة على شكل أفضل وتوزيع العائد بعدالة دي مهمة جدا ان احنا نشوف ان فرع من فروع التنمية تنمية التنمية الاقتصادية بتهدف الى استغلال الموارد المتاحة وتوزيع العائد بشكل في عدالة طبعا اذا كان هناك عدالة فسوف تظهر التنمية بشكل كبير جدا طيب التنمية البشرية هي دعم قدرات الفرد دعم قدرات الفرد وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع بننتقل الى الفرع الثالث وهي التنمية المستدامة التنمية المستدامة بتعني الاستدامة في استغلال المواد الاستدامة في استغلال المواد على شكل افضل تلبية الاجيال تلبية احتياجات الاجيال الحاضرة دون الاخلال او التضحية او الضرر بالاجيال القادمة التنمية المستدامة بتعني تلبية احتياجات الاجيال في الوقت الحاضر دون التضحية او الاضرار بالاجيال القادمة يبقى بنيجي نستعرض فروع التنمية مرة تانية فروع التنمية بنقول بتهتم التنمية بالناحية الاقتصادية بتهتم التنمية بالناحية البشرية بتهتم التنمية بالناحية الاستدامة هذه لما نيجي نقول بما تفسر اهتمام التنمية بفرعة من تنمية الاقتصاد أو النحية الاقتصادية من أجل استغلال الموارد المتاحة من أجل استغلال الموارد المتاحة وبشكل أفضل وعلى صورة أحسن وتوزيع هذا العائد بعدالة بنقول التنمية البشرية بما تفسر اهتمام فرع التنمية بالتنمية البشرية بنقول له من أجل دعم قدرات الفرد وتحسين المستوى المعيش في المجتمع التنمية المستدامة بنقول تلبية احتياجات الفرد أو تلبية احتياجات الجيل الحاضر وتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بالأجيال القادمة بننتقل بعد كده إلى مبادئ التنمية مبادئ التنمية بتعتمد هناك مبادئ مبدأ الشمولية ماذا يعني مبدأ الشمولية؟ مبدأ الشمولية أي أن التنمية تتم على جميع النواحي في جميع نواحي ومناحي الدولة تنمية سياسية تنمية اقصادية تنمية اجتماعية تنمية ثقافية ولابد أن تسهم المؤسسات الدولة في تلك التنمية مبدأ الشمولية مبدأ عام يشمل جميع خطوات وجميع جوانب الدولة مبدأ التكامل بمعنى أنه يجب التنمية في جميع قطاعات الدولة في جميع قطاعات الدولة ولا يتم تنمية قطاع على حساب قطاع آخر حتى لا يتأثر هذا القطاع ويؤثر فيه ولدينا مثال واضح من أمثلة التكامل حيث أن تنمية قطاع التعليم والصحة يؤثر تأثيرا بالغا على القطاع الاقتصادي المبدأ الثالث مبدأ الاستدامة بمعنى أن مبدأ الاستدامة هنا يحقق التوازن بين جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وينظر بذلك إلى ما بين الحاضر والمستقبل مبادئ التنمية مرة أخرى ونستعرضها على الشاشة مبدأ الشمولية يشمل كل جوانب الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصادية وثقافية ويشارك فيها كما ذكرنا ويساهم فيها جميع القطاعات مبدأ التكامل أي بمعنى أنه يجب أن يتم التنمية في جميع قطاعات الدولة دون قطاع على حسب قطاع آخر ولدينا مثال كما ذكرنا مثال التعليم والصحة حيث أن هذا القطاع يؤثر تأثيرا بالغا على على القطاع الاقتصادي مبدأ الاستدامة بمعنى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيما بين الحاضر والمستقبل طيب مبادئ التنمية سوف تتحقق ولكن التنمية لها متطلبات التنمية لها متطلبات هذه المتطلبات هي التي تحققها فنطلق سؤال أو نطرح سؤالا ما هي متطلبات التنمية تتمثل متطلبات التنمية في التنمية أو متطلبات سياسية بمعنى أن الاستقرار السياسي للدولة يؤدي إلى نجاح الدولة في تطبيق خطط التنمية بمعنى أن أي عدم استقرار سياسي في الدولة يؤدي إلى عدم تحقيق هذه التنمية إذن متطلبات سياسية واجبة ويعتبر هذا المتطلب متطلب هام وأساسي لتحقيقه المتطلبات السياسية زي ما قلنا الاستقرار السياسي يساعد على تنفيذ ونجاح الدولة في تنفيذ برامجها وخططها متطلبات اقتصادية بترتبط بتوفير رأس المال من ناحية وتوفير الخبرات العلمية والفنية في جميع مجالات التنمية إذن لما نقول اختر فيما بين الأقواص الاستقرار السياسي للدولة هو متطلب من متطلبات نفتح قوس اقتصادية سياسية اجتماعية بيئية هنقول هنختار الاستقرار السياسي متطلب سياسي المتطلبات الاقتصادية زي ما قلنا ترتبط برأس المال اللازم والخبرات العلمية والفنية في جميع مجالات التنمية تالت متطلب من متطلبات التنمية متطلبات اجتماعية بترتبط بتوفير أعلى مستوى من التعليم والصحة والأمن وهذه المتطلبات متطلبات أساسية لن تتحقق التنمية دون وجود تعليم دون وجود صحة دون وجود أمن واستقرار ومع تحقيق العدالة الاجتماعية آخر متطلب من المتطلبات اللي بترتبط بتحقيق التنمية هو متطلبات البيئية المتطلبات البيئية بتعني ترشيد استهلاك الموارد ترشيد استهلاك الموارد ولتحقيق هذا الترشيد هيحقق الفائد للأجيال الصابقة القادمة هذا الترشيد ترشيد استهلاك الموارد هيحقق الفائد للأجيال القادمة من ضمن المتطلبات البيئية مواجهة تلوس البيئة وهذا متطلب مطروح وتنادي به الدولة بل أنها قد خصصت وزارة لمواجهة تلوس البيئة هذه هي المتطلبات وعندما نستعرض بعض الأسئلة ونطرحها بنقول لما طرحنا سؤال اختير بن أقواص الاستقرار السياسي هو متطلب نفتح قوس اقتصادي اقتصادي سياسي اجتماعي بيئي هنقول هنختار الاستقرار السياسي ونطرح بقية الأسئلة بعد الفاصل ونعود مرة أخرى للحلقة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة يقول لعها ٍ تعيشْ يا مصر وأناً على الرمى ببغى أني مملوك شبير دلوك أمل للجنوب أمل للمصر ليك يا مصر وليك يا مصري ليك يا مصر خلوة لدي الصمرة داني الخرق خلوة لدي الصمرة خلوة لدي الصمرة داني الخرق خلوة لدي الصمرة وأنا على الرمى ببغى أني وأبارك كل خطوة لعدين لعدين عن طريق الصمرة وأنا على الرمى ببغى أني وأنا على الرمى ببغى أني مملوك شبير وليك يا مصر تحيا مصر لمدرسة على الهواء جغرافية التنمية مع بعض كنا بنطرح سؤال هذا السؤال بنقول هل تتحقق التنمية دون متطلبات اقتصادية نقول أو صح أو خطأ خطأ لا تتحقق التنمية بدون متطلبات اقتصادية حيث أن المتطلبات الاقتصادية توفر توفر رأس المال الآن وبتقدم الخبرات العلمية والفنية في جميع مجالات التنمية المتطلبات الاجتماعية المتطلبات الاجتماعية كما ذكرنا بتقدم أعلى مستوى للتعليم وهذا متطلب أساسي أعلى مستوى للصحة أعلى مستوى للأمن مما يؤدي أو يحقق العدالة الاجتماعية المتطلبات البيئية بنقول أنها بتقوم على ترشيد استهلاك الموارد لتحقق فائد للأجيال القادمة مع المحافظة على عدم تلوث البيئة ننتقل بعد ذلك إلى مجالات جغرافية التنمية مجالات جغرافية التنمية بنقول أن هي بتشمل التنمية الموارد البيئية تنمية الموارد البيئية هي الحفاظ على مكونات البيئة ما هي مكونات البيئة؟ مكونات البيئة هوى ومياه وطربة يبقى إذن أهم المجالات اللي بتهتم بيها التنمية أول حاجة بنقول تنمية الموارد البيئية بتتمثل تنمية الموارد البيئية في الحفاظ على المكونات المكونات البيئية ايه مكونات البيئية؟ مياه وهواء وطربة بالنقطة التانية في الحفاظ على الموارد البيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على عدم اهضارها واستغلالها على صور أحسن عدم اهضارها بشكل أو تغيير معالمة يبقى إذن بنقول حفاظ على المكونات البيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية من حيث كيفية استغلالها وعدم اهضارها وعدم تغيير ملامحها بننتقل إلى المجال التاني من مجالات جغرافية التنمية وهو التنمية البشرية التنمية البشرية تنمية بتقوم من أجل الإنسان وللإنسان فالتنمية البشرية من يقوم بهذه التنمية هو الإنسان نفسه طيب وماذا بعد أن يقوم بهذه التنمية ماذا تقدم له تقدم له تنمية تحقق الرفاهية وتحقق المعيشة الاجتماعية الفاضلة إذن التنمية البشرية بتهدف إلى تنمية القدرات البشرية بتهدف إلى تنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظفها على أحسن وأفضل وجه في جميع الميادين يبقى هنا التنمية البشرية بتهدف إلى تنمية القدرات البشرية تنمية القدرات البشرية وتوظفها توظيف كامل وعلى أفضل وجه ممكن في جميع الميادين التي يعمل بها الإنسان بتهدف إلى أي تاني؟ أن التنمية البشرية التنمية البشرية بتحقق بالإنسان حياة اجتماعية فاضلة بعد كده التنمية الإقصادية المجال التالت من مجالات الجغرافية أو جغرافية التنمية اللي احنا بنتحدث عنها مجال التنمية الإقصادية هدف التنمية الإقصادية إيه؟ اللي بيزود الإنتاج بيزود الإنتاج عن طريق إيه؟ استخدام الموارد المتاحة استخدام الموارد المتاحة بطريقة أفضل استخدام الموارد المتاحة بطريقة أفضل استنباط انتاجية أعلى وأفضل للمحاصيل استنباط أساليب جديدة أفضل للمحاصيل يبقى دي تنمية اقتصادية وبنقول هنا إننا لو بما تفسر هدف التنمية الاقتصادية ما هو هدف التنمية الاقتصادية؟ هدف التنمية الاقتصادية هو زيادة الانتاج كيف يتم زيادة الانتاج؟ عن طريق استغلال الموارد المتاحة وعن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل رابع مجال من المجالات التي تهتم بها الجغرافية جغرافية التنمية هو يبقى هم ثلاث مجالات زي ما قلنا مجال تنمية اقتصادية تنمية بشرية وتنمية بيئية قلنا التنمية البيئية هو الحفاظ على مكونات البيئة هواء ومياه وتربة الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها وعدم إخدارها أو تغيير ملامحها التنمية البشرية تقديم أعلى مستوى تعليمي وصحي وأمن بننتقل إلى مفهوم الدخل القومي زي ما ذكرنا في بادئ الحلقة في بداية الحلقة أني عندي أن أنا حقق أو تنمية بتحقق إيه؟ أعلى مستوى من الدخل القومي وأعلى مستوى من الدخل الفردي طيب الدخل القومي إيه؟ هو مجموع المبالغ اللي بتحصل عليها الدولة من العائد الميادين والمؤسسات واقتصاد الدولة في جميع مجالاتهم فبتحقق يبقى المجموع أو الدخل القومي هو مجموع المبالغ التي تحصل عليها الدولة من كافة الميادين والمؤسسات والاتجاهات الاقتصادية التي تعمل داخل الدولة طيب دخل الفرد المتوسط يحصل الفرد على دخله من قسمة الدخل القومي على عدد السكان من قسمة الدخل القومي على عدد السكان ولكن هناك سؤال فسر كيف تنجح أو كيف تنجح مجالات التنمية في تحقيق أهدافها كيف تنجح مشروعات التنمية أو مجالات التنمية أو جغرافية التنمية في تحقيق أهدافها أو متطلباتها أو المجالات التي ترعاها بتنجح من خلال توفير المواد اللازمة لتنفذها وبتنجح أيضا من أسلوب الإدارة أسلوب الإدارة أسلوب مهم جدا أسلوب الإدارة أسلوب مهم جدا في تحقيق واستخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل وبشكل أحسن والعمل على صيامة البيئة والحفاظ عليها يبقى هزا لما نطرح ونقول بما تفسر نجاح جغرافية التنمية في تحقيق أهدافها ومجالاتها التي ترعاها حيث أنها توفر المواد اللازمة لتنفذها وبتقدم أسلوب الإدارة أو لا بد أن يكون هناك أسلوب إدارة لاستغلال المواد الاستغلال الأمثل والعمل على الحفاظ على البيئة وصياناتها وحمايتها ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهي التقنيات الحديثة في مجال جغرافية التنمية هذا المجال قد تم استعراضه أو تناولته أو تناوله منهج الصف الأول منهج الصف الأول السنوي تناول هذه التقنيات الحديثة وبتشمل نظامين نظام الاستشعار عن بعد ونظام أو نظام المعلومات الجغرافية نظام الاستشعار عن بعد عرف نطرح سؤال ونقول عرف الاستشعار عن بعد هو نظام للقياس أو الحصول على معلومات عن سطح الأرض دون ملامستها هو عبارة عن القياس أو الحصول على معلومات عن سطح الأرض دون ملامستها ويتم ذلك بالتصوير الجوي أو الفضائي نظم المعلومات الجغرافية اللي هو بيطلق عليه اس اسم جي بي اس أو جي اي اس هذا النظام هو نظام صممة لإدخال وتخزين ومعالجة وتحليل البيانات وذلك لوضع قواعد وبيانات وضع قواعد وبيانات يتم الاستفادة منها في دراسة جغرافية التنمية هنقول مرة تانية هو نظام معلوماتي صممة لإدخال وتخزين ومعالجة وتحليل البيانات الجغرافية لإعداد قواعد البيانات حتى تساعد متخزي القرار على اتخاذ القرار بشكل مناسب طيب كيف تم الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية؟ دور التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية بنبدأ ان التقنيات الحديثة دي استفدنا فيها في تنمية الموارد البيئة استفدنا منها في تنمية موارد البيئة لدينا عدة مجالات المجال الاول وهو البحث عن موارد المياه المجال التاني البحث عن المعادر ومصادر الطاقة المجال التالت صيانة وحماية البيئة نستعرض سويا اول مجال من المجالات في بالنسبة لتقنيات الحديثة بتستفيد ايه منها او بنستفيد منها في ايه في الموارد البحث والتنقيب عن الموارد المياه فقد كشفت صور الاستشعار عن بعد بالبحث في سطح الارض في من خلال التصوير في الشقوق والانكسارات عن المياه الجوفية واعماقها وتوضيح ذلك بالصور والخرائط للاستفادة منها في مجالات التنمية وقد ترتب على ذلك وقد ترتب على ذلك مصارعة او سرعة الدول الفقيرة سرعة الدول الفقيرة في الكشف عن مناطق المياه الجوفية والاستفادة منها في مجالات التنمية ولدينا مثال واضح دول الخليج دول الخليج ليس لديها موارد مياه سطحية تتمثل في الانهار تتمثل في موارد واضحة المعالم مما ترتب عليه انها استفادت من هذه التقنيات الحديثة في مجالات التنمية فقد كشفت بما لديها في باطل ارض من مياه جوفية استطاعت ان تحقق بها افضل مشاريع للتنمية في دول الخليج طيب الجزية التانية وهي مجال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن التقنيات الحديثة ماذا استفادت ماذا استفادت منها ماذا استفادت منها جغرافية التنمية في هذا المجال فعن طريق الاستشعار عن بعد يتم تصوير سطح الارض فيتم اطلاق عن طريق الاقمار الصناعية او التصوير الجوي اطلاق موجات كهرومغناطسية الى سطح الارض ترتد هذه الموجات الكهرومغناطسية الى القمر الصناعي او الى التصوير الجوي فتكشف عن المعادن بانواحها المختلفة ويظهر ذلك واضحا وجليا في خراءة توزيع المعادن بالوانها المختلفة حيث يصدر المعدن لون من الالوان يكشف عن طبيعته فيظهر ذلك واضحا في خريطة توزيع المعادن وبيتم ذلك من خلال توضيح الالوان بكل معدن على حدة استفادت جغرافية التنمية من التقنات الحديثة في مجال وصيانة وحماية البيئة فمن خلال هذه او الاستشعار عن بعد او نظم المعلومات بتعتمد مشروعات صيانة البيئة على قواعد البيانات الجغرافية في توزيع انماط البيئة يبقى اذا من خلال هذه النظم بحماية وصيانات البيئة بنستطيع عن طريق قواعد وبيانات التوزيع الجغرافي بنقدر نضع التوزيع الجغرافي لانماط البيئة من خلال الاستشعار عن بعد في مجال حماية وصيانات البيئة بنستطيع نتتبع الحوادث او التغير الحدثي في الخرائط الجغرافية ونتتبع هذا الحدث ما بين فترة واخرى ويتمثل ذلك في تآكل السواحل بالنظر الى هذه الظاهرة الجغرافية بيستطيع العلماء انهم يحددوا الفترات من خلال تتبع هذه الحادثة فترات قديمة ويتم مقارنتها بفترات احدث ومن خلال ذلك يخرجوا بنتائج بتدل على ان هناك تآكل السواحل ايضا التغيرات المناخية بيستعرض العلماء من خلال مقارنة الخرائط بين فترة اخرى بيقدروا يحددوا ان هذه المنطقة قد حدث فيها تغيرات مناخية مختلفة مثل ذلك مساء في الصحراء تحرك الكسبان الرملية اختفاء كسبان رملية اختفاء من الواحد او اختفاء منطقة معينة نتيجة التغيرات المناخية نتيجة عوامل التعرية رياح وما الى زي اذا بنستطيع تتبع الحادثة ومقارنة الفترات المختلفة فنجد ان الاستشعار عن بعد والتقنيات الحديثة بتؤدي الى ان العلماء بيعرفوا ويدرسوا هذه الحوادث او هذه الظواهر ما بين فترة اخرى ويستطيعوا عن طريق ذلك التنبؤ بما يحدث من زوار جغرافية كما اعطينا مثال تآكل السواحل وايضا التغيرات المناخية تتبع ايضا بنستفيد من مجالات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التنمية الاقتصادية بتعتمد التنمية الاقتصادية هنا وبتسعى من اجل ان هي ده تخطيط بغرض توفير مستوى اقتصادي افضل يعني اذا بنستفيد من التنمية الاقتصادية في تحسين المعيشة وتحقيق افضل تنمية وتحقيق افضل مستوى اقتصادي للسكان طيب كيف يتم الاستفادة من نظم التقنيات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية بيأتي دور جغرافية التنمية هنا لتوفير قواعد البيانات اللازمة بيوفر لقواعد البيانات كما قلنا نظم المعلومات الجغرافية جي بي اي اس او جي بي اس بيوفر لقواعد البيانات الجغرافية من اجل ان يعطي ذلك متخز القرار فرصة لاصدار القرارات السليمة والصحيحة والمناسبة لتحقيق التنمية بشكل مناسب ايضا التقنيات الحديثة بتتم في التنمية الاقتصادية بتشمل مجالات متعددة المجال في مجال الزراعة يبقى التقنيات الحديثة في مجال الزراعة طيب يقول لي بما تفسر كيف يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة بتكشف التقنيات الحديثة اصابة المحاصيل الزراعية بالامراض مما يستدعي المخططين لسرعة معالجة هذه الامراض يبقى اذا بتكشف الصور الفضائية المحاصيل التي اصيبت بكثير من الامراض فيؤدي ذلك الى سرعة المخططين يقدروا يعالجوا ويقضوا على هذه الافات ايضا في التعرف على انماط استخدام الارض انماط استخدام الارض بتختلف هذه الانماط من فترة اخرى ف وبمقرنة الخرائط في المناطق الزراعية من منطقة الاخرى او من فترة الاخرى يتضح ان هناك تعدي على الاراضي ويستدعي ذلك ان الدولة تسرع في سن القوانين للقضاء على التعدي على الاراضي وحماية الاراضي وصيانتها ايضا بنقول التنبؤ بانتاجة المحصول قبل حصاده بتعرف على ان هذا الانتاج على اعلى مستوى الفداني الداني انتاجه اعلى عن طريق التصوير الفضائي والاستشعار عن بعد وعن طريق نظم المعلومات بنقول ايضا ان التقنيات الحديثة بتفيدني في مجال الزراعة بالتنبؤ بالتقلبات المناخية التقلبات المناخية بنستطيع عن طريق التنبؤ بها يستطيع الفلاح ان احنا ننبئه بان هناك موجات سقيع هناك موجات حار سوف تتعرض لها البلاد فيستطيع ان يتفاد ذلك عن طريق ارشادات الزراعية التي تعطيها له وزارة الزراعة ايضا تتنبأ بالتغيرات المناخية هل هناك تغيرات مناخية سوف تطرأ على هذه المنطقة من خلال هذه التغيرات المناخية يستطيع الفلاح ان يسرع في مواجهة هذه التغيرات المناخية لحماية المحاصيد في مجال الصناعة مجالات التنمية الصناعية هل تفيد التقنيات الحديثة في مجال في مجال الصناعة نعم تفيدنا حيث تحدد الموارد الخام تحدد مصادر الطاقة المناسبة بتحدد ايضا المنتج اللي يحتاج السوق وهل المنتج ده هيحقق مستوى اقتصادي في السوق ويلبي احتجات السوق كما انها تحدد افضل المناطق لاقامة المصانع بمعنى ان مش في اي منطقة هيتم انشاء مصنع عن طريق نظم والتقنيات الحديثة هيحدد لي افضل المناطق لاقامة المصانع كذلك التقنيات الحديثة هتفيدني في مجال تنمية السياحة واكتشاف الاصار قد ايه قبل هذه النظم كان بيبذل العمال وبتبذل الدولة جهود مضنية من اجل الكشف عن المناطق الاسرية والتنقيب والبحث عن الاثار فجاءت التقنيات الحديثة من خلال الاستشعار عن بعد بتوضح قد ايه تقدر تكشف مناطق الاسرية وتكشف ما في باطن الارض من اثار وبالتالي سوف توفر على الدولة الجهد والمال والوقت اذا التقنيات الحديثة افادت السياحة افادة عظيمة جدا وبتوفر على الدولة جهد ومال ووقت لان بمجرد التصوير الفضائي هتكشف لنا عن المناطق الاثرية وما بداخل الاراضي من كنوز كذلك طيب هستفيد من التقنيات الحديثة في ايه كمان هستفيد منها في المجالات البشرية أو في التنمية البشرية يبقى ازا التقنيات الحديثة افادت في مجال التنمية البيئية افادت في المجال الاقتصادي من خلال التنمية الزراعية التنمية الصناعية والتنمية السياحية ننتقل إلى المجال الثالث حيث التنمية البشرية طيب التقنيات الحديثة بتفيدني في المجال التنمية البشرية بتعتمد التنمية العمرانية على ما يتوفر من قواعد البيانات اللي بتوفرها الدراسات الجغرافية وبالتالي بنقدر نوزع التجمعات العمرانية بنقدر نحدد أشكال التخطيط العمراني يبقى إذن هنا التقنيات الحديثة في مجال التنمية البشرية بتوفر قواعد البيانات والدراسات الجغرافية عن السكان لماذا؟ من أجل تحديد أو توضيح أنسى بشكل من أشكال التخطيط العمران كما أنها بتساهم كثيرا في تحديد اتجاهات النمو العمراني المستقبل فمثال أي محافظة من محافظات إذا أنا خدت لها صورة من الصور في سنة من السنوات وليكن 1960 وأجي قرنه بصورة أخرى أو بخريطة أخرى سنة 1970 مرة عشر سنوات كيف كان اتجاه النمو العمراني فتستطيع عن طريق ذلك أحدد هذا الاتجاه وأقدر أحدد اتجاه التخطيط العمراني المستقبلي وأقول وضع الخطط الملأمة لهذه التنمية أو لهذا الاتجاه في النمو العمراني بننتقل بعد ذلك إلى مجال آخر من مجال التنمية البشرية وهو مجال الخدمات الطبية والصحية طيب ما هي الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الخدمات الصحية والطبية مجال الخدمات الطبية بنقدر نحدد من خلال التقنيات الحديثة المناطق المحرومة والمناطق المخدومة ومن خلال ذلك تستطيع الدولة أنها تضع الخطط خطط التنمية لكي تضع هذه التنمية في المناطق المحرومة فتقوم ببناء المستشفيات والوحدات الطبية والوحدات الصحية في كثير من المناطق المحرومة وبالتالي تكون التنمية في جميع أنحاء الدولة كذلك بتفدني التقنيات الحديثة في المجال الصحي حيث من خلال ذلك زي ما احنا قلنا نظم المعلومات الجغرافية اللي هو جي آي اس أو جي بي اس بنقدر نحدد مكان وموقع وحدات الإسعاف الطريقة وبند مثال النهاردة أني مثلاً لما أي شخص النهاردة بيطلب مجال أو عايز يوصل من مكان لآخر بيطلب خدمة أوبر بتلاقي السواء مشغل الموبايل بتاعه على نظام جي آي بي اس هذا النظام بيحدد له موقعه أنا بشوف الموقع بتاعه وبيجيلي هو بيحدد أقصر الطرق للوصول إلى المكان اللي أنا قلت له عليه وبالتالي بيقدر نحدد المكان الوحدة الإسعاف وأقرب طريق للوصول إليها وبالتالي بتصل بأسرع وقت ممكن وبتؤدي خدمتها على أحسن وجه ممكن بكده بنكون انتهينا من درسنا الأول درس التنمية وجغرافية التنمية والعلاقة فيما بينهما على أمل لقاء آخر ودرس آخر من دروس جغرافية التنمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته